رغم هذا الدعم الغربي غير المسبوق فإن شعوب العالم تحركت تحركت الشعوب في كثير من البلدان وهي ترى مناظر مفزعة بشعة غير مسبوقة في قصف خاصة بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني النصراني المسيحي بل أن الكيان الإسرائيلي إمعاناً في إدلال المسيحيين مسيحي الشرق والمسيحيين عموماً أنه هدد عشرين مستشفى وطلب من عشرين مستشفى كل مستشفى يتغزى قصف هنا وهناك كان يقصف على الجوانب قصف المستشفى الأوروبي قصف لكنه ذهب إلى المستشفى الكنسي المعمداني فردمه ومن فيه في شعر أخرى حتى لأهل الكنيسة من أن هذا الغرب إذا لم تكونوا من العيون الزرق فإنه لن يدافع عنكم كن مسيحياً أو كن بوذياً أو كن عربياً أو كن يهودياً إذا كنت من الشرق فإنهم سينظرون إليك من نظرة دونية حتى اليهود داخل هذا الكيان الأشكناز يهود الغرب ينظرون نظرة استعلاء إلى يهود الشرق القادمين أو الذين جمعوهم وأخذوهم من بلدان عربية وإسلامية خرجت إذا الشعوب في كثير من المناطق فهنا مثلاً كانت أنقرة عشرات الألاف في مسيرة في أنقرة وفي مسيرات أخرى في كثير من المدن التركية خاصة إسطنبول إسطنبول التي هاجم فيها أتراك غاضبون القنصلية قنصلية الكيان الإسرائيلي وهذه وقفة من أشقائنا وعزائنا وإخواننا في المغرب وقفة ضمونية مع فلسطين أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء في المغرب أعلنوا من أنه قد غادر ما يسمى بالقائم بالأعمال هناك قد غادر الرباط والأخبار اختلفت فيما إذا كان مطلب باعتباره بيسونة نونجراتا باعتباره شخص غير مرغوب فيه وأن القصر طلب منه الرحيل أم أنهم كما قالوا خوفا من هذه الانتفاضات الشعبية التي تعم المغرب أيضا فقد طلبت الكيان الإسرائيلي قالوا أنهم طالبوا أن يرحل دبلوماسيهم من مصر ومن المغرب ذكروا هذين بلدين بشكل خاص طبعا لم يذكروا الإمارات فالإمارات هي أحد أقدر الأدوات اليوم في أيديهم ولم يذكروا البحرين بالرغم أن هناك خطر عليهم حقيقة فأكثر شعبية شعب البحرين ضد هذا التطبيع ولم يذكروا الأردن وإن كان الأردن يبدو أكثر غليانا من كل هذه العواصم ومن كل هذه البلدان ومن المتوقع أن تخرج مظاهرات عارمة في كل البلدان العربية والإسلامية في كل هذه البلدان وحتى الغربية ستخرج من هنا إلى يوم الأحد يعتقد أنها ستكون واحدة من أكبر المظاهرات التي يشهدها العالم إطلاقا فهناك دعوات كثيرة جدا ففي بريطانيا مثلا يتوقعون خروج نصف مليون على الأقل في مسيرة يوم السبت على الساعة الثانية عشر تبدأ وستنطلق وتجوب شوارع كبرى في بريطانيا لكن قبل ذلك ما زالت هناك مظاهرات واحتجاجات فقد كان اليوم هذا يحدث أمام مقر مكتب رئيس الحكومة ريشي سونك الذي هو أيضا أصبح مواليا تماما لهذا الكيان الغاصب والمحتل بالرغم من أن ريشي سونك يعرف أن بريطانيا مسؤولة عما يحدث فهي التي وعدت ووهبت نصف فلسطين إلى الكيان الإسرائيلي الذي لم يكتفي بذلك بل راحة يأخذ 80% والآن يريد أن يأخذ 100% كانت هذه صلاة المغرب أمام مقر رئيس الوزراء على ما قيل ليس بعيدا منه كانت جموع المصلين كبيرة جدا والمظاهرات لم تتوقف الحقيقة في لندن وفي مدن بريطانية كثيرة ولكنها ستأخذ زخما كبيرا خاصة إذا اندلعت ما يسمى بالحرب البرية وهذه صراحة مفزعة للأمريكيين هذه من مقر الكونغرس كانت هناك اتجاجات واقتحام لمقر الكونغرس مقر الكونغرس مقر الكونغرس أصلاً عندهم عقدة شديدة جداً بعد أن أقدم اليمنيون المتطرفين العنصريون الذي دعاهم ترامب في 6 يناير 2021 باقتحام مقر الكونغرس فهم أصلاً لديهم عقد ومع ذلك اقتحم هؤلاء الكونغرس لكن الذي ساعد هؤلاء وتركوهم يقتحمون الكونغرس أنهم يهوداً فهؤلاء مئات من اليهود من الجماعات اليهودية المعارضة لهذه الحرب الظالمة تخيلوا أن هناك يهود ينطفضون في قلب أمريكا في قلب العاصمة بل في قلب الحكم مقر الحكم وهناك مسلمون وشعوب مسلمة ما زالت كغثاء السيل ما زالت وكان الأمر لا يعنيها إن الذي لا يعنيه ما يحدث للغزة وهو يزعم أنه مسلم وهو يزعم أنه مننا إنما يكذب إنما يخادع إذا كان الفيتنامي والصيني والكولمبي واليهودي والبريطاني واليوناني ينطفض وهؤلاء لا علاق لهم بالفلسطينيين لا بلغة ولا بدين ولا بلون إنما ينطفضون من أجل الإنسانية ينطفضون ضد الظالمين فكيف يكون لنا نحن كيف؟ والبعض يبرر ذلك ويقول لك الجزائر قضية الأولى إن الذي يقول هذا يكذب لأن قضيتك الأولى لا تمنعك من أن تدافع عن المظلومين والمستضعفين خاصة أنهم إخوانك والله لو كانوا أهل فيتنام لا دافعنا عليهم ولا وقفنا معهم وهذه الناس تعرف رأيي وها أنا منذ أكثر من ما يقارب سنتين أدافع الأوكران ماذا يجمعني بالأوكران؟ البشرية أنهم شعب مظلوم وإلا من ناحيات أخرى لا لغة ولا شكل ولا دين ولا أي شيء لا يجمعني معهم شيء إلا أنهم شعب مظلوم فنحن نكون مع المظلومين جميعا فما بالك أن هذه المظلومين هم منا ونحن منهم ليس خرا من يزعم أنه مع الحرك ولا يدافع عن المظلومين في أي مكان خاصة شعب مثل الشعب الفلسطيني الذي محق وسحق وسجن وعذب وحصر وما يزال وانتفاضات أخرى وكانت هذه في جامعة الفيوم في مصر مصر الأسيرة تحت أقدام السيسي والجنرالات تتحرك الآن ترجمة نانسي قنقر وكانت هذه في الأردن تفضى عارمة في الأردن الحقيقة وكانت أمس كانوا يريدون اقتحام سفارة الكيان صهيوني وكان منعا قويا مع البرغم أن السفارة تحت حماية مشددة جدا جدا وكادوا أن يقتحمونها كما كان هناك محاولة لاقتحام السفارة الأمريكية في لبنان وإن كنت أنا شخصيا لست مع اقتحام السفارة لكن حقيقة أنك لا تستطيع أن تتحكم في الشعوب الغاضبة وهي ترى حقيقة وليس زعما وادعاء الرضع يعدمون بطريقة بشعة الرضع تقطع أطرافهم تقطع رقابهم تقطع بأطنان بآلاف الأطنان كما احترف الكيان ذاته وهذه كانت في هولندا وشعارات إسرائيل إرهابية هذه كانت في لهاي وهذه أيضا سورة أخرى للمظاهرات في الأردن وكما قلت الأردن هذا الملك الخائن وهو سليل الخيانة ونازن كلماتي والتاريخ يحدثنا طويلا عن هذه الأسرة وضع سيء وسيء جدا وقد يخسره الغرب سيكون ربما من الضحايا الأوائل إذا ما استمر هذا الظلم العظيم الغرب يعمل الآن وهو يرى فقط إسرائيل لكنه ينسى أن لدي عملاء آخرين يتحكمون في المنطقة ويسلمونها للقوى الكبرى يستعبدون أهلها وهذه الأنظمة أنا على يقين أنها على الأقل بعض منها إذا لم يهوي تماما ويسقط تماما فإنه سيضعف ضعفا شديدا فكانت هذه في الأردن أيضا تظاهرات من كل مكان من كل فوج وشارع من أساطيق البيوت من أساطيق البيوت من أساطيق البيوت من قوطان بشري ماذا فعندها يا قصان بقلوبنا بينما بين السفارة طلع الشارع يا أخوان من ضايري سوي إلا رح نفع وكانت هذه في اليونان تخيل أن أهل اليونان ينتفضون تخيل مع أن أهل اليونان يأتيهم مئات الألاف من المهاجرين وأوضحهم غاضبة من المهاجرين مع ذلك ينتفضون للحق أهل اليونان ينتفضون للحق أخيراً صراحةً مخارجاً متأخراً لكن أن تأتي متأخراً خيراً أن لا تأتي وأنا أتمنى أن يكون خاصاً هؤلاء المشهورين والفنانين والرياضيين وكثير منهم يتلقوا مئات الألاف من الدولارات شهرياً أو ملايين من الدولارات ويعيشون حياة من الفخامة وحالة أن يتذكروا أولئك الذين لا يجدون ماء إنهم مش ما يلقوش بلاي ستيشن أو ما يلقوش السينيما أو ما يلقوش العيفون إنهم لا يجدون ماء ولا يجدون خبزاً ولا يجدون كهرباء هناك عشرات الآلاف من هؤلاء الذين يسمون مشاهير سواء كانوا في الفن أو بعضه عفن أو كانوا في الرياضة أو كانوا في أي مكان أو كانوا في الصحافة فليخرجوا وليعبروا أعجبني جداً وسعد جداً بأن اثنين ثلاثة صحفيين توانسة واحد يشتغل مع البي بي سي استقال واثنين توانسة أيضاً يشتغلون مع سينيوز إحدى القنوات المتطرفة العنصرية الخبيثة من قنوات كنال بليس استقالوا أيضاً أين متى نرى مغاربة وجزائريين وآخرين ومصريين ولبنانيين يستقلون من الصحفيين الذين يشتغلون عند هذه القنوات التي تصب الزيت على النار التي تدعم المحتل للقاتل الغاصب متى نرى رياضيين والمشاهير من الفوتبولور ومن غيرهم يخرجون ولو على مضض ولو تحت الضغط كما حصل محمد صلاح متى نرى ذلك عند المغاربة والجزائريين والتوانسة والمصريين واللبنانيين ومن مانش عارف من متى نرى ذلك متى نرى لكم كلمة حق تقال في النهاية حتى لو تردتم فإنكم مليونيرات وبعضكم مش فقط مليونير بعضكم بعشرات الملايين من الدولارات سيستطيع أن يعيش خير من السلاطين قولوا كلمة حق فإنكم ستدخلون وسندخل جميعنا يوما القبر قولوا كلمة حق حتى إذا كنتم لا تؤمنون باليوم الآخر فعلى الأقل يسجل التاريخ أنكم وقفتم وقفة حق لا يعقل أن يقف هذا الموقف بعض الذين لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر ويتأخر عنه من يزعم أنه مسلم وأنه مؤمن وهو يرى الناس تقتل بشكل فضيع